شلال الكريم غرّد وقال أو كتب بصفحته تراها تبطي بس ما تخطي سيد يوسف الكلاب جاوبه قال له ما ضحك وعده لفرس بمعنى صارت خنادق صار كل من يتفق على صاحبه لكن أنا أسأل هل هذه اللغة ممكن أن تصلح حال أو أن تصلح مائل الولد سمعت شي يقولون تبطي بس ما تخطي أنت شا تقول هالمرة تبطي لو تخطي لو تبطي بس ما تخطي عندك شي يضيفه شكرا جزيلا إليك أستاذ نجم وتحية لكل المشاهدين الكرام في الحقيقة المهزلة السياسية اللي دا تصير في البرلمان العراقي يعني فاقت التصورات والتوقعات أنت تلاحظ في كل البرلمانات ممكن أكو مناوشات أكو حديث أكو تقابل بالآراء أكو صعود ونزول بأمريكا يصير مثل هي جحالات بس ما ننجر إلى هذه اللغة تبطي وما تخطي وهذاك يقول له عنده فرس ومصلحة الشعب هي الغائب الوحيد هذا حقيقة شيء كارثي خلينا نناقش القصة بموضوعية هنا بقصة التسويت على الرئيس البديل زعماء الكتل وكأنهم قالوا لنوابهم اذهبوا فأنتم الطلقاء صوتوا بالتسويت السري كما يحلو لكم لا ماكو يشحك هكذا وصلنا الأمر ماكو يشحك التسويت كان سري لا لا هذا مين التسويت دائما سري أستاذ نجم إلا في حالات استثنائية هم يستخدمون من رفع الأيدي بس بالتسويت بالانتخابات خصوصا انتخاب رئيس مجلس نواب النواب رئيس مجلس نواب رئيس الجمهورية دائما التسويت يكون سري بس زعماء الكتل وجهوا والإطار في معظم قوى ذهبوا إلى التسويت إلى شعلان الكريم باستثناء بعض القوى في داخل الإطار ومن داخل هذه القوى خرجت التصريحات التي تقول بأن شعلان الكريم موقف البعثي وإلى آخر وهو عضو مجلس نواب وياهم زميلهم البارحة باللي المرادة وينتخبوا قالوا هذا مشمول باشتثاث البعث وهذا بعثي يعني تلاحظ أنت وين المسألة الناس غير مكترثة تماما يعني اللي داي يصير الصراع السياسي اللي فاق الحدود زين والمصالح اللي طغت على كل المصالح العامة المصالح الخاصة المصالح الحزبية المصالح السياسية هذا داي يخلي حقيقة الوضع النظام السياسي في خطر يا أستاذ نجيم الدولة اليوم تقترب من الانهيار قد ما يحاولون يصورونها أنه الدولة لا قمره ربيع وحلوة ودنوا تطور واختناقات فكوها ومنها الكلام هذا بس من تجي للحقيقة هذا كلها تسويق وتزويق وعكس صورة غير حقيقية صورة غير موجودية جوازك ما زال يعني في ذيل القائمة أنت ما زلت ساحة للصراع نيجرفان برزان يجي لهنا البغداد ويضطونا تطمينات أنه ذا رجعت بعد الهجمات خلاص انتهت الهجمات اللي تحصل في أربيل وبعدها ما واصل يضربون في أربيل تلاحظ فأنت ساحة الصراع جوازك متدني ووضعك غير مسيطر عليه أكون فلات كبير حقيقة